أنه السنة دي أنا حاسس أنه المنتخب ليه شكل وليه روح وليه شخصية وعنده على مستوى كل اللاعبين إمكانيات إن شاء الله تأهله لأنه ينافس ويكون واحد من أقوى المنافسين في البطولة نسخة روي فيتوريا ماذا تختلف عن نسخة من سبقه يعني تولى مسؤولية المنتخب على مدار الأربعة عشر سنة اللي فاتت أسماء كتيرة جدا منها أسماء على مستوى عالمي ومنهم مدربين حتى المصريين كانوا بيتمتعوا قدر كبير جدا من الكفاء إيه اللي بيختلف في نسخة فيتوريا عن نسخ اللي قبلها يا مصطفى نسخة فيتوريا من وجهة نظري شايف أن هي نسخة من أفضل النسخ لأن فيتوريا جمع ما بين الدفاع والهجوم منتخب مصر في الفترة الأخيرة مع جميع المداربين اللي كانوا قبل فيتوريا كانوا كلهم بيتعاملوا بطريقة دفاعية بحتة وكان منتخب مصر يفتقد للشكل الهجومي الأمثل كنا دايما بنقول أن منتخب مصر باصي لمحمد صلاح وده كان دايما طريقة لعبانا في أغلب الأوقات في حتى تصفات كاس العالم وكمان يعني أعتقد أنه هو في المباريات حتى الودية كان بيبقى دايما بيحرز أهداف وطريقة دي شكل جدا هجومي ففتوريا حول منتخب مصر من مصر لمحمد صلاح لمنتخب بقى ليه شكل جماعي وكمان بقى ليه شكل هجومي مميز جدا طريقة اللعب اتغيرت كمان دايما كنا بنلعب مع أغلب المدربين كان بيلعبوا 4-2-3-1 مع فيتوريا تغيرت تماما وبقى بيلعب 4-3-3 وبقى بيلعب بطريقة هجومية وغير مركز صلاح وأنا بشوف أن البداية الحقيقية لفتوريا كانت في مباراة الجزائر الودية اللي انتهت بالتعادل الإجابي واحد واحد شوف أن فيتوريا مش بلجيكا؟ لا بالنسبة لي مباراة الجزائر لعبنا فيها نقصين واحد طبعا طرد محمد هاني فيتوريا للمباراة دي غير مركز محمد صلاح وهنا دي البداية الحقيقة من وجهة نظري محمد صلاح طول ما هو كان بيلعب على الجناح أعتقد كان يعني موضوع بالنسبة له في أدية الحدود مش عارف منتخب مصر يعتمد عليه لكن لما صلاح بدأ يدخل القلب الملعب وبقى بيلعب رقم 10 في بعض الأوقات وبيلعب رقم 8 في بعض الأوقات ودي حاجة غريبة جدا لأن منتخب مصر من بعد اعتزال عبدالله السعيد وابو تريكا كان بيفتقد اللعب اللي بتحكم في رتم منتخب مصر محمد صلاح بقى بيعمل الموقف ده وبقى بيعمل الدور ده جدا في منتخب مصر وده باين في الأحصائيات تاعة محمد صلاح صلاح أحرز أربع أهداف في تصفيات كاس العالم وكمان أعلى أسست كمان أحرز عمل اثنين أسست في مبارات سريليون وفي مبارات تنزانيا عمل أسست واحد وكمان تريس جيه اللي متقلق جدا جدا برضو مع فيتوريا فالتنين صلاح والتريس جيه وأعتقد ليهم دور مهم جدا مع منتخب مصر وده الشكل الهجومي اللي اختلف مع فيتوريا مع باقي المدربين طبعا اللي كانوا قابليه طيب ليه بقول لكم دايما أنه مصر أو منتخب مصر يعني من وجهة نظرنا إحنا ممكن نبقى متحمسين ممكن نبقى متعاطفين ممكن نبقى منتمين طبيعي جدا لمنتخب بلدنا لكن ليه من وجهة نظر المنافسين ليه منتخب مصر دايما لازم يتعامل له ألف حساب ليه بالأرقام ولغة الأرقام لا تجذب ولا تتجمل منتخب مصر دايما محسوب من ضمن المنتخبات الكبيرة المرشحة لتحقيق اللقب تعالوا نشوف أرقام منتخب مصر على مدار المشوار مش بس على مستوى تحقيق الألقاب على مستوى عدد مرات الوصول للنهائي على مستوى عدد مرات الفوز على مستوى عدد